الدعاء في رمضان الدعاء في رمضان رمضان كله ميدان للدعاء نعم وأبواب النار قد غلقها الله جل وعلا ومردة الشيطان قد صفدت وأبواب الجنان قد فتحت بل إن الجنة تزين كل ليلة الصائم له دعوة لا ترد الصائم ليس عند الفطر فقط الصائم له دعوة ربما الفطر آكد يعني آكد بل وفطر بعضهم إذا أكل التمر قال دعا قبلها فإذا أكل مشائخنا يقولون ما دم تفطر وجالس على مائدة الإفطار فإن لا زال وقت إجابة الدعاء ولله الحمد مفتوح ومبذول نعم عند فطره عند فطره أيضا عند سحره يا أخي في السحر الله يتنزل نزولا يليق بجلاله هل من سائل هذه في كل ليلة ولعل من النعم أن وجبة الصحور تكون في وقت السحر الذي هو وقت تنزل الإله فيقوم الإنسان لأجل دنياه فيجد الفضل عظيما أن الله فتح له أبواب الدنيا والآخرة وإذا صلى بين الأذانين بين الأقامة والأذان هناك دعوة مجابة يدعو الإنسان بها كذلك يبكر لصلاة الجمعة ويدعو ففيها ساعة الإجابة كل رمضان ولذلك أحبابي الدعاء ليست القضية الإجابة القضية هل فتح الله لك باب إلى الدعاء وإلى سؤاله لأنه إذا وفقت للدعاء فقد أجبت انتهى أدعوني أستجب لكم ولذلك أنا ليس عندنا قضية لا نحمل هم الإجابة كما قال السلف نحمل هم الدعاء ولذلك بعضهم رب غفري وسكت وبعضهم يا شيخ إذا أطال الإمام في سجوده سكت وإذا طال في ركوعه سكت فرصة فرصة عظيمة أقرب ما تكون إلى ربك وأنت ساجد حري قمين أن يستجاب لكم الدعاء وإذا وأحبابي آدابه إن استطعت استقبال القبلة وأن تكون متوضئا وأن ترفع اليدين وأن تسأل الله وأن تحمد الله وتثني عليه وتصلي على خير الورى عليه الصلاة والسلام في الحديث إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى عليه عليه الصلاة والسلام وأن تدعو بجوامع الدعاء وأن تعم الدعاء المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات مرضاهم يهدي ظالهم يغفر لمو يا أخي افتح الباب نعم والله كريم إذا فتح لك هذا الباب اعلم أنه قد قبيلك